نعم هذه أمانة الأب والأم كلاهما مؤتما على تربية الأولاد ولهذا قال أن أبواه قد يكونوا سبب لانحرافه نعم عن الفطر التي خلق عليها فطر وخلق كل إنسان على توحيد الله لكن ممكن يغير هذه الفطرة الأبوي دون أن يشعر ممكن بقصد وبدون قصد For this is why I said that sometimes the parents are the cause of the child going astray and that is because every child or everyone is born upon this natural inclination upon توحيد of Allah but this is changed because of the upbringing of the parents and sometimes this is intentional منذ الصغير منذ أن يولد الصغير لابد من هنا تبدأ نعم التربية من الأول من منذ الصغير منذ الصغير منذ الصغير هذا الصغير عندنا يسكت الآن بماذا الأم عندما يبكي الولد وتسكته كيف تسكته بالأغاني نعم تغني له حتى يسكت صح وممكن لن تنسى الكلام التي كانت تقول لك مع أنه كنت لا تعقل لا تفهم وممكن لن تنسى الكلام وينشأ الولد على الغينة وينشأ الولد على الغينة فينشأ الولد على سماع القرآن هي تراجع والولد يسمع يخزن معلومات عندما تتعلم ومع ذلك يتعلم ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك تقول له كلامنا لفظهم في دنك استقيم الفيتة بن مالك نعم فكل الأولاد في موريتانيا الولاد الصغير يحفظ القرآن يحفظ الفيتة بن مالك يحفظ مختصر خليل كل الأولاد في الغالب من من؟ من الأم نعم أو إذا لم يتقرر القرآن سيكون قرآن سيكون لتقرر القرآن من الفيب بن مالك which is in Arabic grammar أو سيكون قرر القرآن سيكون قرر القرآن سيكون قرر القرآن من المتصر كما يتقرق القرآن الفيب بن مالك in Arabic grammar and also a book in fiqh ترجمة نانسي قنقر